في سياق النمتصل أكدت وزارة الخارجات الفلسطينية أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يتعمد تفجير الأوضاع في الضفة الغربية لتسهيل تنفيذ مشاريعه الإستاطينية التوسعية وخلق مناخات مواتية لتهجير الفلسطينيين لإطالة بقائه في الحكمة أدانت الوزارة لاعتداء الوحشي الذي ارتكبه المستوطنون الليلة الماضية ضد الفلسطينيين العزل في قرية برقة شرق رمالة بحماية جيش الاحتلال أكدت الوزارة أن حكومة الاحتلال تكرس نظام الفصل العنصري مشيرة إلى أنها خصصت شوارع رئيسية لاستخدام المستوطنين وفرضت على أصحاب الأرض الفلسطينيين استخدام طرق بديلة غالبا ما تكون خطرة وغير صالحة للاستخدام